فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل إذا تزوج الرجل ولم يعلم بزواجه إلا أهل المرأة وهو ما يسمى يقول بزواج المسيار ووضع وليمة خاصة بأهل المرأة فهل يجوز مثل هذا النكاح زواج المسيار هذا محدث وليس فيه من مقاصد النكاح ليس فيه من مقاصد النكاح إلا الجماع فقط ليس فيه كفالة للمرأة ليس فيه انفاق على المرأة ليس فيه قوامة على المرأة هذا حدث عندما توظفت النساء واستغلت النساء ولا تريد أن ترتبط بالزوج هذا ما هو زواج تام هو حلال لكن ما هو زواج تام ولا تترتب عليه مصالح الزواج لا القوامة على المرأة ولا حمايتها ولا تكون بهواها وتروح وتجي ما يصلح هذا نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة ترجمة نانسي قنقر